ننجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم سرح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع بأن أعمال الإنقاذ البحري نجحت في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لمايكينات سفينة البضاء عايتونج 23 وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من السعودية ومتكهة إلى مصر ووجه الفريق أسامة ربيع رسلت طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة في القناة من الاتجاهين فور الانتهاء من قطر السفينة للغاطس كإجراء احترازي للتأمين الملاحي مؤكدا على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفنية اللازمة للتعامل باحترافية مع حالة الطوارئ المحتملة تنطلق اليوم ثانية جلسة المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث تعقد أربع جلسات تخصص جلستان منها لمناقشة قضايا التعليم قبل الجامعية بينما تخصص الجلستان الأخريان للقضية السكانية هذا وتسلم مجلس أمناء الحوار الوطني من رئيس الوزراء مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب بتوجيهات من الرئيس السيسي ومن المقرر أن يتم مناقشة مشروع القانون في جلسات الحوار الوطني قبل إرساله لمجلس النواب التقى وزير الخارجية سامح شكري مع المفاوض السامي لحقوق الإنسان في جينيب وقالت وزارة الخارجية إن اللقاء تناول الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والدعم الذي يمكن أن تقدم المفاوض السامية من خلال التعاون الفني وبناء القدرات مشيرا أنه تم التطرق أيضا للتطورات الإقليمية والدولية اتهمت القوات المسلحة السودانية الدعم السريع بانتهاك الهدنة الإنسانية المعلنة بين الطرفين طبقا لاتفاق جدة وفي بيان لها أعلنت القيادة العامة لقوات المسلحة السودانية أن دعم السريع تواصل السيطرة على المستشفيات ومحاولات حصار مدينة الأبيض والسيطرة على المرافق العامة والخدمية وأوضحت أن القوات المسلحة نجحت في التصدي لهذه الانتهاجات المتواصلة وتمكنت من إعادة السيطرة على مطبعة النقود وسك العملة كما كبدت الدعم السريع خسائر كبيرة في الأفراد والأسلحة والمعدات وأشارت في الوقت نفسه إلى سقوط إحدى الطائرات إثر عطل فني في المحرك وتمكن الطيران من مغاطرتها بسلام أعلن رئيس مجلس نواب الأمريكي كيفين مكارثي عن إرسال مفاوضيه للبيت الأبيض لجولة جديدة بشأن صقف الدين العام وحمل مكارثي مجدداً الديمقراطيين مسؤولية زيادة الإنفاق مؤكداً أن المفاوضات تتقدم بشكل طفيف إلى أنه لا يمكن زيادة صقف الدين في العام المقبل من جهته قال البيت الأبيض أن أزمة حد الدين العام مصطنعة وحلها مسؤولية كل نائب في الكونغرس محذراً من أن الملايين قد يفقدون وظائفهم إذا تم التخلف عن سداد الدين وضعت وكلت فيتش لتصنيف الاعتمانية تصنيف اعتمان الولايات المتحدة تحت المراقبة من أجل خفض محتمل ووضعت فيتش تصنيف البلاد البالغ تحت المراقبة AAA سلبياً تمهيداً لخفض محتمل إذا فشل المشارعون في زيادة المبلغ الذي يمكن أن تقترضه وزارة الخزانة قبل نفادي الأموال أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زلنيسكي أن تقديم مقاتلات F-16 لأوكرانيا هو إشارة إلى أن روسيا ستخسر الحرب وقال زلنيسكي أن خسارة روسيا ستجعلها أضعف وأكثر عزلة لافتاً إلى أن القوات الأوكرانية ستقوم بإعداد جميع القواعد اللازمة بحيث يحدث الانتقال الجوي الخاص بها أسرع ما يمكن وبكفاءة بدورها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الموافقة رسمياً على بأي منظومة الدفاع الجوي متوسطة المدى ناسماس إلى أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر